السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم معي في قناتي اكلنا بالمصري معكم هويدا محمود وان شاء الله النهاردة الفطار لي طعمه مميز جدا عبارة عن فخارة اللحمة التركية الاكلة دي شهيرة اوي في تركيا لكن حاب اقول لكم ان اغلب الاكلات التركية ليها اصول عربية المهم ان الاكلة دي طعمها لزيز جدا وانا من الناس اللي بفضلها اوي ودايما بعملها في رمضان بالاخص وهي عبارة عن لحمة مطبوخة مع الخضار لكن لها صوص متبل وطعمه مميز جدا كمان الفخارة اللي هي الطاجن بالغاتنا بنغطيها بطبقة من العجين بتستوي في الفرن برضو طعمها هايل طريقة التحضير سهلة اوي وبسيطة لكن النتيجة النهائية مميزة وفعلا لما تجربوا فخارة اللحمة هتلاقوا ان الطريقة سهلة اوي لكن الطعم بتاعها مختلف يختلف عن طاجن الخضار العادي اللي احنا بنعمله اتمنى فعلا تجربوا الوصفة دي ويلا بنا نشوف الطريقة والمقادير ونقول بسم الله ونشوف كمان هنقدم ايه مع فخارة اللحمة واول حاجة هبتدي بيها طبعا هي اللحمة علشان اكتر حاجة بتاخد وقت في السوى في طاسة غويطة بحط معلقة من السمن البلدي ومعاها ربع كوباية صغيرة من الزيت اول السمن والزيت ما يسخن بنزل اللحمة والمقدار اللي انا هستخدمه كيلو من اللحم الكندوس في البداية هفرد اللحمة او هوزها على وش السمن وهسيبها زي ما هي لحد ما لون هيغير بعد كده هقلب اللحمة علشان تاخد التشويحة التمام كل ده طبعا والنار عالية لازم السمن والزيت يبوسخنين جدا علشان اللحمة تاخد صدمة وتحتفظ بالسويل بتاعتها طبعا هقلبها كم دقيقة لحد ما تاخد اللون الدهبي ده كل ما بتاخد لون دهبي او اللون بتاعت التشويحة ده بيخلي اللصوص بتاع اللحمة حلوة قوي كده خلاص اخدت اللون المزبوط بضيف لها المقدار ده من التوابل معايا معلقة صغيرة من البابريكا وبهارات اللحمة والفلفل الاسود والملح وورق اللورة وثلاث حبات من الحبهان انا هقلط التوابل كلها مع بعض وهضيف نص الكمية تقريبا طبعا هنزل ورق اللورة والحبهان مع البهارات وهقلبهم مع اللحمة لمدة دقيقة تقريبا لحد ما لاقي راحة التوابل صغيرة طبعا بيكون ليها راحة مميزة جدا وهي بتتشوح مع اللحمة بالشكل ده ضروري من البداية اكون مجاهزة كمية من البصل انا بستخدم بصلتين بحجم كبير جدا بقطعهم شرائع وممكن نستخدم اربع بصلات بحجم متوسط بعد ما قلبت اللحمة مع التوابل هضيف نص كمية البصل وبرضو هقلب البصل مع اللحمة لمدة دقيقتين تلاتة هنلاحظ ان البصل بدأ يدبل كمان لونه هيغمق شوية وده مش من التسوية ده من الصوص اللي نزل من اللحمة وكمان تأثير التوابل اللي احنا ضفناها كل اللي انا محتاجاها ان البصل يدبل بس احنا مش هنقلب لحد ما يحمر خالص احنا مش محتاجينه ياخد لون دهبي بعد ما هقلب البصل لمدة كم دقيقة هضيف كمية من المية السخنة ضروري ان المية تكون سخنة جدا يعني مية مغلية كمية المية دي مش عايزها تكون كمية كبيرة انا هحط كمية ممكن تبقى قل من مستوى اللحمة او مغطيها تقريبا يعني مش هنحتاج ان احنا نحط كمية كبيرة من المية علشان ممكن اللحمة متاخدش الكمية دي كلها وتستوي بسرعة لكن ضروري ان احنا نتبعها يعني بعد شوية هنبصها عليها ونشوف اللا مية نشفت ولا لأ لو اللحمة لسه ما دخلتش في سوى والمية نشفت هنزودها كمية كمان بعد ما هغطي الطاصة وهسيب اللحمة تاخد السوى بتاعها هبتدي احضر الخضار اللي انا هضيفه لفخارة اللحمة وهو عبارة عن كمية من البطاطس المكعبات انا استخدمت كيلو بطاطس تقريبا وضفت له نص كمية البصل اللي ان كنت انا محضرها من الاول وتلات وحدات من الطماطم بقطعهم مكعبات نقدر نستخدم تلاتة او اربعة وواحدتين من الفلفل رومي بقطعهم شرايح وجزر بحجم صغير بقطعها لشرايح انا استعملت برضو اتنين من الفلفل الحامي لكن ما فتحتش الفلفل علشان الطاجل ما يبقاش حار قوي دي كمية التواب اللي انا كنت مقلبها وضفت نص الكمية بتاعتها للحمة ضفت باقي الكمية كلها على الخضار وقلبته بالشكل ده كده الخضار جاهز ومتدبل هركنه على جنب وهبتدي دلوقتي احضر العجينة اللي هنغلف بها الفخارة محضرة كباية كبيرة اللي هي كباية الميا ملياها من الدقيق وضفت لها نص معلقة صغيرة من الخميرة الفورية ونص معلقة صغيرة من السكر ورشة ملح هقلبهم مع بعض وهبتدي اضف لهم ميا وهعجن المكونات مع بعض الكمية بتاعت الميا انا بحط كمية بسيطة شوية بشوية لان مقداري الدي قليل وزي ما حضراتكم شايفين انا بضيف كمية بسيطة لحد ما ألم الدي اي وتتكون عندي عجينة طرية ولينة المقدار ده من الدي اي بيغلف طاجن واحد لو حبينا ان احنا نزوي كمية الدي اي انا كتير بعمل الطريقة دي بزوي كمية الدي اي وباخد جزء منها بغلف بيه الطاجن والباقي بفرده على صنية وبسويه برضو في الفرن وبتبقى عندي آآ عجينة مفروضة آآ بتبقى مقرمشة طبعا بعد ما بتستويه في الفرن وبرضو بنستعملها مع اللحمة آآ بنأكل بيها اللحمة طعمها بيكون جميل جدا وده طبعا شيء اختياري لكن الكمية المزبوطة هي كوباية الدقيق ودي هتغلف الطاجن بس آآ انا كده خلصت العجينة هغطيها وهسيبها لحد ما تخمر طبعا اللحمة كده دخلت في سوا آآ انا زودتها مرة واحدة بس ميا آآ هضيف كمية الخضار للحمة طبعا زي بحضراتكم شفته اللصاص اللي فيها ده آآ كمية كافية قوي ان انا اسيب فيها الخضار طبعا الخضار هينزل كمية من المية آآ لكن لو لقينا ان الصوص ده قليل نقدر نزودها كوباية او كوبايتين من المية العادية آآ بعد ما هقلبهم مع بعض كويس هغطي الطاصة وهسيبها تغلي آآ غلوتين على النار في الخطوة دي نقدر ان احنا نسيبها على النار او ان احنا نفضيها على طول في الطاجن وتدخل تكمل السوا كله في الفرن انا زودتها مقدار كوبايتين من المية وسبتها تغلي غلوتين آآ على ما حطيت الخضار وقلبته كانت العجينة آآ اختمرت بالشكل ده آآ هبتدي دلوقتي افرد العجينة آآ رشية الرخامة رش الدقيق وبالم العجينة بالشكل ده وهجمعها على شكل كورا وهسيبها لمدة دقيقة واحدة على الرخامة علشان ترتاح علشان لما اجي افردها بعد كده تتفرد معايا بكل سهولة آآ في اي وقت لو لاحزنا ان العجينة واحنا بنفردها آآ بترجع تاني يعني بتبقى مططة شوية ومش بتتفرد نسيبها ترتاح دقيقة او دقيقتين هتبقى طرية معانا وهتتفرد بكل سهولة آآ لكن المهم واحنا بنفردها ضروري آآ الدايرة بتاعت العجينة آآ تكون مسافتها اكبر او آآ المسطح بتاعها يعني اكبر من مسافة التاجن آآ احنا نعملها بالتقريب آآ طبعا احنا هنغلف بها التاجن عشان كده لازم تكون حجمها اكبر من الدايرة بتاعت التاجن ده التاجن اللي انا هستعمله آآ الخضار على النار آآ سيبته يغلي غلوتين طبعا هو لسه ما استواش هفضيف في التاجن وآ كل اللي انا هعمله بعد كده ان انا هحط العجينة على وش التاجن آآ طبعا انا طلعت كمية اللحمة على الوش وزي ما حضراتكم شايفين التاجن في كمية كويسة قوي من الصوص آآ البصل اللي احنا حطيناه في البداية مع اللحمة آآ عمل صوص بطعم جميل جدا آآ هفرد العجينة على الوش وهضغط على الجوانب بتاعتها بالشكل ده لو العجينة زيدة قوي على التاجن نقدر نشيل الزيادات اللي على الجوانب بالسكينة آآ طبعا الطريقة دي بيتفرد على الوش بتاعها آآ بيضة مخفوقة لكن انا جربت البيض كتير وما كانش مستحب بالنسبالي آآ فبعد كده آآ بدهن الوش بمعلقة سمن بلدي وبحط له آآ نصر معلقة صغيرة من الصويا سوس علشان يديني لون مع السمنة وبدهن العجينة والجوانب كمان لكن لو مش متاح الصويا سوس نقدر نستخدم السمن بس برش على الوش سمسم وبدخل الفخارة أو التاجن فرن البتجاز وهو سابق غير تسخين لكن بحط الفخارة على الصاجة اللي تحت علشان تستوي بسرعة علما الفخارة تستوي هبتدي أحضر الرز وبحط معلقة كبيرة من السمن البلدي آآ معاها كمية برضو بسيطة من الزيت آآ أنا هستعمل أربع كبيات من الرز لكن هسوي الرز المراجي بالطريقة السريعة آآ في بعض الناس بتقول على الطريقة دي الرز المسلوقة آآ بضيف الأول المية اللي هم أربع كبيات مية على مقدار السمنة آآ بحط مقدار الملح وبسيب المية لحد ما تغلي بعد كده بضيف الرز آآ بعد طبعا ما غسلته كويس آآ برضو كمية الرز أربع كبيات آآ بقلبه بالشكل ده وبغطي الرز لحد ما يستوي ودي فخارة اللحمة طبعا العجينة بتنتفخ شوية من البخار اللي طالع من الخضار واللحمة آآ لسه هتكمل استوى بتاعها هبتدي دلوقتي أحضر الطماطم المخللة معايا معلقة كبيرة منها ريسة الفلفل الأحمر بحط لها معلقتين تلاتة كده من المية ومعايا هم دص معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين من الخل آآ هقلبهم مع بعض وهبتدي دلوقتي أضيف كمية الطماطم اللي أنا محتاجة إن أنا أخللها مستعملة حوالي أربع وحدات من الطماطم ومعاهم واحدة من الفلفل الرومي واحدة من الفلفل الحامي وبصلة بحجم صغير هقلبهم مع بعض كويس قوي مع الهريسة وبكده الطماطم المخللة بقت جاهزة طريقة بسيطة جدا للطماطم المخللة لكن ممكن نستبدلها ونعمل طبق سلطة الرز كمان استوى ده شكل الرز السريع طبعا الطريقة دي سريعة قوي لو مش بنحب نعمل الرز بالطريقة دي طبعا نقدر إن إحنا نشوح الرز بعد ما نخسله ونصف فيه في السمنة الأول وبعد كده نضيف له الميا أو الشربة كده الرز كمان بقى جاهز وفخارة اللحمة قعدت نص ساعة في فرن البتجاز على الصاجة تحت طبعا لإن أنا اديت للخضار نسبة كبيرة من التسوية على البتجاز من فوق لكن لو الخضار ما أخدش التسوية دي وحطيته في الفخارة على طول بيقعد حوالي ساعة في الفرن بعد ما قعدت النص ساعة رفعت الفخارة على الشبكة وشغلت الشواء لمدة دقيقتين أول ما طلعت بقطع اللي هو العجينة من على الوش وده شكل اللحمة والخضار من جوة شكلها يفتح النفس كمان رحتها جميلة جدا اللحمة طبعا أخدت التسوية والخضار كمان مستوي جداً لكن حب أقول لكم ان الصوص ده طعم مهايل يعني البصل اللي احنا حطناه مع اللحمة ده بخالص مع البهارات عمل صوص بطعم جميل جداً أتمنى فعلاً تجربوا الطريقة دي وإن شاء الله هتعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله